قرب الأبنية التي غابت ملمحها تماماً، وقفت حافلات النظام الخضراء لتقل سكان شرق حلب بعيداً. بعد خمس سنوات من العيش تحت وطأة البراميل المتفجرة والقصف والمعارك اليومية، جاء اليوم الذي وضع فيه أمام خيار الموت جوعاً أو الرحيل. مع ذلك اختار كثيرون البقاء عندما فرض بداية الحصار، لكن اليوم بدأ أن حتى خيار البقاء في أقصى الظروف لم يعد موجوداً. الخيار الوحيد المطروح أمامهم هو الرحيل بعيداً عن منازلهم، بإمكانهم اختياره إما مخيمات بائسة في إدلب أو أخرى مشابهة في تركيا لهم حرية اختيار وجهتهم بحسب ما أعلنت موسكو. خلال الأيام القادمة قد يصل مجموع المغادرين إلى مائة ألف من المدنيين والمقاتلين من شرق حلب، بحسب ما تتوقع تركيا، التي شاركت روسيا بتوقيع اتفاق الهدنة وصفة من الإجلاء بالسريعي وغير البيروقراطي. خرجت دفعتان من شرق حلب وضمت أكثر من ألف شخصاً، كثير منهم من المرضى والمصابين، رغم التعقيدات التي واجهت عمليات الإجلاء في البداية. عندما فتح مقاتلون موالون للنظام السوري النار على قافلة تضم مائتي جريح بحاجة لرعاية طبية. لكن روسيا عادت لتسيطر على الموقف، ونجحت بإيصال القوافل إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بريف حلب الغربي. ووقفت الأمم المتحدة لتراقب من بعيد سير عملية نقل المحاصرين إلى مخيمات اللجوء، كما حصل في مناطق منكوبة أخرى.